نظمت الهيئة القبطية الإنجلية إفطاراً لنحو 2500 من مزارعي مبادرة إزرع بمحافظة المينيا وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة تأتي مبادرة إزرع في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراع والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجلية للنهوض بالمزارع المصري في إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي نظمت الهيئة القبطية الإنجلية إفطاراً لعدد 2500 من مزارعي مبادرة إزرع بمحافظة المينيا بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة نحن النهاردة كنا ننظمين احتفال إفطار رمضاني لكل مزارعيين إزرع في المبادرة بتاعتنا حضر حوالي 2500 مزارع نحن تشرفنا بيهم خالص وشكراً لكل القائمين عليهم وكل اللي شغالين معنا في المبادرة ونحن خلاص في نهاية المبادرة الجزء الأول والوقت الجاية إن شاء الله هنكون بنحتفل بالحصاد في موسم الأمر وتنفيذاً لمبادرة كتف في كتف قررت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية القيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالمينيا واعتشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك ومنها توزيع 3500 كرتونة مواد غزائية للمواطنين الأكثر احتياجاً بالإضافة إلى تقديم مواد إفطار لـ 2500 من المزارعين المشاركين في تنفيذ مبادرة إزرع والقيادات التنفيذية بمحافظة المينيا والكوايدر المحلية الدعمة لمبادرة إزرع نقدم خالص الشكر على القائمين بمبادرة إزرع لدعمهم للفلاح المصري ومساعدة الفلاح في محصول الجمحة من مراحله الأولى من قبل الزراع لهاد الوقت الحالي اللي هو ما قبل الحصاد وتأتي مبادرة إزرع في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وذلك للنهوض بالمزارع المصري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح